المعركة التي خسرها الاحتلال في النكبة وسقط فيها آلاف القتلى ولم يستطع استكمال احتلال القدس معركة اللطرون وباب الواد ما بين الخامس عشر وثالث والعشرين من أيار العام ثمانية وأربعين دارت معركة عنيفة شمال شرق القدس ألف ومائة جندي أردني استطاعوا إيقافة قدم ستة آلاف وخمسمائة جندي صهيوني تجاه المدينة المقدسة قاد القوات الأردنية المشير حابس المجالي أما على الطرف المقابل فكان أريال شارون الذي قاد جنود الاحتلال حيث وقع أسيرا مع أربعمائة وثلاثين جنديا آخر تم نقلهم إلى معسكر أردني وأطلق صراحهم لاحقا في تبادل أسرى بعد الهدنة الثانية ولم يعترف الاحتلال بعدد قتله في هذه المعركة لكن النائب الصهيوني عوز زيلاندو قال إنهم تكبدوا خسارة أكثر من ألف جندي بعد أقل من أسبوع استطاع الجيش الأردني بقيادة اللواء نواف جبر الحمود تحرير القدس في معركة بابلواد تكبد الاحتلال خلالها خسائر فادحة حيث قال بنغوريون إن خسائرهم في القدس وحدها تجاوزت ضعفي قتلاهم في حرب نكبة كاملة هذه الانتصارات لم تستكمل بسبب طلب الهدنة الأولى وموافقة العرب عليها والتي استغلها الاحتلال لتغيير كفة الحرب لصالحه اشتركوا في القناة عن مدينة القدس اليوم يا ميس سنتحدث عن معركة اللاترون ومعركة باب الواد معركة اللاترون اللاترون هي معركة بين الجيش الأردني والقوات الإسرائيلية وقعت في منطقة اللاترون وقعت هذه المعركة بين 15 إلى 23 من شهر أيار عام 1948 واستمرت هذه المعركة يا ميس بين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبين عصابات العدو الصهيوني تسعة أيام تسعة أيام وكانت هذه المعركة مكانها على أرض فلسطين سميت هذه المعركة لمعركة اللاترون نسبة إلى قرية صغيرة من قرى فلسطيني الحبيبة تقع على طريق يافا القدس وهذه القرية تحظى بمكانة مميزة في الذاكرة الوطنية الأردنية ولقد سطر فيها نشام قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي أروع معاني البذل والبطولة والشجاعة ثم تبعتها فيما بعد معركة باب الواد في بعدها بأقل من أسبوع أي في حزيران في شهر 6 عام 1948 وقد خسر فيها العدو الصهيوني العديد من جنوده وانتهت بانتصار قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي فقد استطاع يامس 1200 جندي أردني من الدفاع عن القدس مقابل 6500 جندي إسرائيلي فكان قائد القوات المسلحة الأردنية في معركة اللطرون هو حابس المجالي أما كان قائد القوات العدو الصهيوني هو أريل شارون أريل شارون نعرف كمان يامس كانت خسائر القوات الإسرائيلية كبيرة في هذه المعركة وكان من بينهم يامس الضابط الأمريكي ديفيد ماركوس الذي وقف بجارب ماذا؟ الإسرائيليين وقد قتل عن طريق الخطأ كيف قتل عن طريق الخطأ يامس؟ بواسطة إطلاق نار من أحد الجنود الإسرائيليين وقاد هذه القوات زم حكا تلكم مين حابس المجالي قوات المسلحة الأردنية وأريل شارون كمان كان قائد للقوات العدو الصهيوني فقد جرح أريل شارون في هذه المعركة وقد وقع أسيرا بيد الجيش العربي الأردني وقد أسره يومها النقيب من حابس المجالي الذي عالجه ونقله إلى الخطوط الخلفية ثم إلى منطقة المفرق في الأردن حيث أقيم هناك يامس معسكر اعتقال الأسرى اليهود وتم تبديل قائد العدو الصهيوني بأسير عربي عندما جرى تبادل الأسرى بعد الهدنة الثانية إذن معركة اللاترون يامس زمانها من 15 إلى 23 من شهر أيار عام 1948 استمرت هذه المعركة تسعة أيام المكان كانت على أرض فلسطين الأطراف المشاركة القوات المسلحة الأردنية مع عصابات العدو الصهيوني أو ضد العصابات العدو الصهيوني سبب تسمية هذه المعركة باللاترون نسبة إلى قرية صغيرة من قرى فلسطين الحبيبة تقع على طريق يافا القدس من أهم نتائج هذه المعركة يامس انتقال انتصار القوات المسلحة الأردنية على العدو الصهيوني وتحرير القدس وستطاع كذلكم إياها هسا استطاع 1200 جندي صح كان عددنا صغير إحنا قواتنا المسلحة الأردنية قليل قواتنا المسلحة الأردنية لكن بقوتنا وعزيمتنا سطعنا أن نواجه بثبات 6500 جندي من العدو الصهيوني وأن نقوم بقتل 2000 جندي منهم وأسر العديد منهم السيامس بعد ما انتهت معركة لاترون جاءت بعدها بأقل سبوة معركة باب الواد وكانت في حزيران عام 1948 في حزيران عام 1948 وكانت على أرض فلسطين وكانت بين القوات المسلحة الأردنية وعصابات العدو الصهيوني ضد عصابات العدو الصهيوني سميت معركة باب الواد بهذا الاسم نسبة إلى ممر يربط السهل الساحي لجبال القدس تتشعب منه القدس والرملة ورام الله ويعد أحد المواقع الاستراتيجية البارزة المطلة على مدينة القدس وهذا الممر الساحلي وهذا الممر الساحلي هو مفتاح مدينة القدس كانت من أهم أحداث هذه المعركة أنه أول عمل قامت به القوات العربية هو تخريب الطريق هناك وإطلاف الأنابيب للتمد الأحياء اليهودية في القدس بماذا؟ مياه الشرب وبعدها أخذ العرب قواتنا المسلحة الأردنية بعد ذلك تصدون للقوافل الصهيونية المحروسة للتمر بباب الواد مرة وآين في الأسبوع يعني كل مرة هذه القوافل بتمر باب الواد مرة في الأسبوع ويقعون بها خسائر فادحة ويمنعون من متابعة ماذا؟ طريقها من أهم نتائج هذه المعركة انتصار قواتنا المسلحة الأردنية عائل عدو الصهيوني وتحرير القدس وسيطرة الجيش العربي على مدينة القدس القديمة والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية منها المجد الأقصى وكنيسة القيامة وقطع طرق الإمداد عائل عدو الصهيوني في مدينة القدس وبالتالي يامس فشلت محاولة العدو الصهيوني في السيطرة على قرية اللطرون وقواء باب الواد نجي نقارن يامس بين معركة اللطرون ومعركة باب الواد من حيث الزمان والمكان والأطراف المشاركة وسبب التسمية ونتائج المعركة نحكي أن معركة اللطرون حاتت بين 15-23 من شهر أيار عام 1948 واستمرت هذه المعركة تسعة أيام وبعدها بأقل من أسبوع جاءت معركة باب الواد في حزيران في شهر 6 عام 1948 أما المكان كانت تنتين معركة اللطرون ومعركة باب الواد على أرض فلسطين أما الأطراف المشاركة كمان التنتين كانت بين القوات المسلحة الأردنية ضد عصابات العدو الصهيوني ساب تسمية معركة اللطرون بهذا الاسم نسبة إلى قرية صغيرة من قرى فلسطين تقع على طريق يافا القدس أما معركة باب الواد نسبة إلى ممر يربط السهل الساحي لجبال القدس تتشعب منه القدس والرملة ورام الله نتائج معركة اللطرون انتصار القوات المسلحة الأردنية عائل عدو الصهيوني تحرير القدس واستطاع 1200 جندي أردني أن يواجب ثبات 6500 جندي من العدو الصهيوني وقتل 2000 جندي منهم وتم أسل عديد منهم من بينهم قائد القوات العدو الصهيوني وهو أرئيل شارون أما نتائج معركة باب الواد انتصار القوات المسلحة الأردنية عائل عدو الصهيوني تحرير القدس وسيطرت الجيش العربي على مدينة القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية منها المجد الأقصى وكنيسة القيامة وقطع طرق الإمداد عائل عدو الصهيوني في مدينة القدس وبهيك يا ميس بنعرف أنه قد بدل بدل أفراد قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي الغالي والنفيس دفاعا على أرض فلسطين ومقدساتها وروا بدمائهم الندية الطاهرة ثرى القدس وما يزال اللطرون وباب الواد شاهدين على ذلك رحم الله شهدائنا الأبرار وتحية حبنا وفار جنودنا البواس للذين يدودون عن حما الوطن وبهيك يا ميس قد انتهى شرح معركتها اللطرون وباب الواد